هل هلالك يا هلابك هل هلالك يا رمضان والله اشتقنا فرحنا بك سامو طعال الرحمن روحانية يومك غير والوعد باب رويان والليالي فيها الخير اهلا وسهلا صباح من نور الغزالة ديالي نهاركم مبارك سعيد بصحيحة والسلامة فيديو جديد ونهار جديد فينا نجي عجي قل صباح النور قل صباح النور هذا وانا نسمى ميمي انا ميمي ونجمعوا ميمي زموا ميمي نكلوه ونكلوه برافو عمار اهلاك اكتروا المهمة الى مشاء تبا يلسقني المهمة هنا للناس راني بديسمعكم الفيديو ومن مشي من الصباح الصراحة انا الكوزينة اخر حاجة كنتخلها انه ينبقي معناه الصحور سوف نضور وصف ديك شعلا جمعتهم وعاود نقاط دي الطبيلة اخلاص ديك السوينيه يكون فيها تمار شبكيه والقنانطاز وديك تخرى باقات المع السالات تمقاهي كان زيد فيها وصفة غادي نقاط دي الطبيلة وعادي نوجد الفطر ويوم غادي ندير معكم البنات انا وحدا بعجينا وحدا ان شاء الله غادي ندير و جوج ديال الشكيلات هندير واحد كنسميها أنا خبز زعادة توركي واحد الخبيزة كتجيزوينة بالامود زاغل والنص الأخر غادي نديروا به ببيتزا بالخديرة والطون وديكشيو كتجيزوينة وضغية ضغية تيوجدو من عجينة واحدة هنا البنات رأني كما قلت لكم سنعود نعمر هاد زليفات وكن نغطيهم بواحد البلاستيكا ولا فيلم أليمونتغ سوف نخليها على جنب وهنا جيت نوريكم غير درت الياوغط أو الرايب في الدار شوفوا البنات صامت صوبت والبرح في الليل ودرتوا في هالترموس هادك يدار في الترموس ولا يدار في القرعة ولا اللي بغيتوا المهم أنا غدي نخلي لكم لاغوستر رأني صورته وهنا رأني عد دخلت من الزنقة مشيتها البنات شريت غي حليبة بلدية من المحلابة مع جوية ديك 12 الوحدة كي يكون الحليب وصفي قلتنا نشريه باش نفيده ونخليه يبرد نيت وصفي هذا مكان هنا يا غدي نحط الخنيشة فاش كانت سخر عندي مور الباب هنا يا غدي نزول هاتي غدي نديرها مور الباب دلاكوخ إن شاء الله يا ربي هير دابا منحد مثلا القرية رمكين تشي تشي تغيير كل شي مشغول صفي الغزلة ديالي غدي ندير الحليبة تفايد وإن شاء الله بإذن الله غدي نفتاجي معاكم الفطور ده هاد النهار ونتمنى أنه يفيدكم في شي حويجة وتاخدوا منه شي حاجة وشكرا متسافة للي كومنت اغدلا فيديو ديال البارح وشكرا متسافة للي لايك والقليبات والباقطاج ديالكم بارك الله وفيكم الهلي خطيكم هنا البنات سنقوله بسم الله هنا البارح في الليل خديت كان معاكم نعجينا ما كانش عندي الحليب بلدي أنا كان نفضل البنات الرايب يندرب الحليب بلدي كي يجي خاتر كتر وكي يجي بنين على الحليب ديال الكارتون أخ المهم غدي ناخد البنات هنا يطرد الحليب غدي نحتاج ضانون فاني كان ناخد أنا هادا ديال بيمك يعجبني بالنسبة لللياوغ تخدو داك العادي اصيل ما تتاخدوش داك الفيوليوتير داك ما كي طلعش صبح الله اللي اوغت مزيان سيخفاني صفي هادا شي اللي كان وبالنسبة لك انتم غد ديرو في تيرموس بحال هاكا را يجي يطرد الحليب كي طلعو كي طلعو كي طلعو بكاس ديال ضانون واحد يعني ما شي بالضرورة كل كاس ديال ضانون ديرو في طرعو فهمتوني كيفاش حيث غير هو غي ياخدو وقس أطوال هادا الفرق سافى البنات هنا يا يدرت ذاك الحليب بفيض يطروا اللي عربت قريب عن فيض وخليت واحد شوية اللي غدينا نخلط به ذاك الياهوغتو السكار والفاني وديك شي نضيف نفس الشيء نضيفه نضيف سكر فاني نضيف سكر فاني سكر فاني سكر فاني يضيف قياس نضيف حليب و كاس سكر فاني سكر فاني سكر فاني يجيب والمسوس من السبع يجب الهوام خلطوا فاني لا يحتاجوا له خلاط كهرباء لا يمكنك القليل خلطوا بس verse سكر صنيدة ولكن احنا رغا نزيدو فيها الحليب بالنسبة الحليب اللي تيسخنا البناس منين تديرو فيها صبعكم ما يحرقكم مش يكون سخون ولكن ماشي كيف يفيد فهمتو كيفاش إلا ما فهمتوش كيفاش غتفيدو الحليب حتى يطلع عادي وتفيعو له البوطة وتحسبو عشرات دقايق غادي يكون فطر وعديك الساعة صوبو أنا كنت أعطاكم ميل حولو بالنسبة لأخوات المبتدئات من اللي تبارك الله واللي فيه رأد فيه وهو صافي وماشي يدفي يكون من جهة سخونية انتم ما كنتشوفو البوخار منو كيطلع ماشي بارد صافي غادي نخلط مزيان فتفي صافي وغادي ندير الغطايا لبناس ديال داك ديال داك التارموس تقدرو تديرو في التارموس العادي ديال القهوة ديال اللي قنديرو فيه الحليب والقهوة تقدرو تديرو في القرعة دبا نشاركو معاكم إن شاء الله في القرعة على شكل دانب تديرو اللي بغيتو هنا لبناس غادي نشارك معاكم العاجين اللي غاديوا هاد العجينة هادي هترجع عندكم معزمة ماذا تصلح لكم حتى الواحد انواع الخبز السوندبيتش هتصلح لكم الواحد انواع ديال سميتو ديال دوك اللي ميني بيزا اللي كان نحفرهم بالكاس وكان عمرهم هتصلح لبزاف بزاف أنا كان دير بيها بزاف الحاجات المهم فيها كاس ديال دانون بالسوس ونفس الكاس ديال دانون كان عبر به الماء انتم إلا ما بغيتو جديرو دانون بالسوس قدرو تديرو كاس وانصد الحليب صافي متافقين نغير هو دانون السوس دائما نتعجب نديرو في الموحجانات كي يجي بنين غادي نديرو هاد المعلقة صغيرة كي هوي النازع ما كي يفشف شنة العجينة غادي ندير معلقة صغيرة تسكارسانيضة وغادي ندير بيضا وغادي ندير كاس ديال الدقيق ومعلقة كبيرة ديال الخميرات الخبز صافي هاد شي كامل غادي نخلطه مع بعض دياله وغادي نغطيه بواحد الفيلم اللي مونتا واللمنيدل ونخلي ديك الخميرات تفاعل وصافي مين ببا واحد ثلاثة دقايق وصافي ماشي تخمر غير تفاعل وصافي مع ديك الثاني دا والطحين وديك شي هاكا صافي هنا هدني موجد المقادير حداية باش كل شي كنديرو ضغيية ضغيية مقام بقا شاية هاد كانت سفتف بالنسبة لتنسيم ديال هاد العجينة غادي ندير فيها معلقة صغيرة ديال اه تومب بودغ وراني تتايا لبنات صوبتها في الدار وشاة غزالة الى بغيتوها نشاركها معا كبرا اني صورتها ولا فيديو ما زل ما حطيتوش درت الملحة اه حسب الضوق واحد ربع كاز ديال زيت العود ولا زيت النباتية اللي بغي هادي هادي يزعمه اللي كان كلها الرومية اللي بغيتو هنا لبنات واحد شوية حفينا ديال الزعترا وحفينا ديال الزعتر صافي بالنسبة لتنسيم ديروا اللي بغيتو تقدرو ديرو هيد البزار تقدرو هيد كتومة كل واحد يدير علي حسب النكاديال ولكن هاكا تجيب نينة بالنسبة لتطحين البنات عادة ما كتهزلي ربع ديال كيسان ديال الضقيق هنا ربني تنسخ مارا ديال حلوة وغادي ندير ربع ديال معلقة ديال الضقيق غير هو الكاس الرابع غادي نبقى نزيدو بشوية بشوية ورانيزد فيها وهي ما زالة سخونة العجينة زد فيها معلقة كبيرة ديال الزبدة هنتم انعود لكم مقادير بيضة كاس ديال ضانون السوس وكاس ديال المدافي معلقة ديال صغيرة ديال السكر رشيشة ديال سميس ومحلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز غادي نخليم يتفعلوا مع بعض ديالهم مع كاس ديال الضقيق من بعد غادي نعود نزيد عليهم ثلاثة ديال كيسان ديال الضقيق قل الشي شوية هات الشوية هذالي كتشوفو وغادي نزيد عليهم تومة بودغ وغادي نزيد عليهم الزعتر و الزعترة و 4 كز زيت البلدية و معلقة كبيرة الزبنة و الملحة طبعا حسب الطوق سوف يكون هذا الشيء كامل من بعد مما تتعجن غيارها تكون خفيفة تلصق في اليد غضيتها و خليتها تخمر هنا سوف نزيد البنات ديك الشي اللي ندهنو ديك الشي اللي نديرو في ديك الخبزات التركية من الفوق نحتاج فيها بيضة و نحتاج فيها التومبود و نحتاج فيها الزعتر و نحتاج فيها زويتة بلدية و هنا زيت القصبر و معدنوس مجففين و نديروه و معدنون سمجففين و نحضر المعبودة خليطة الوزيجة بصوارة و ملحة و تد الملحة و بيضة و البصلة قمت بها قطع ترقية و غادي نزيدها على التخليطة بيضة زويتها بلدية ملحة بزيرة زعتر بصوارة مقطعة و نحضر الوزيجة الخبز الخبز خبز خمس 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 سوف نقرسها جيدا بالنسبة للخبزة التركية سوف نقرسها جيدا بالنسبة للخبزة التركية سوف نحفرها بيدنا و نتكيوها بديك الموزاريلا حاولوا ما امكاننا البنات تبقوا مساعفين معاها هكا بشوية بشوية سوف نقرسها باليدين غير انا اختيمها على الزربة و استعملتها المدلك اما هي الخبيز لا تكرسات باليد احتى البيتزا لا تكرسات باليد كتكون نتيجة احسن سوف نقرسها جيدا و درتها في بابي كويسا الأولا تهي تتانية درت لها نفس الطريقة و درتها في بابي كويسا و ارضيتهم بجوجهم اللاطات للفران دباف هاد المرحلة هادي من مرزع مع هاد المرحلة هادي سوف نقرسهم في الفران حيث الفران عنده مزموت و اه كي يخمر لي الحاجة ضغية سوف نقرسهم في الفران يخمرهم مزيان على خطرهم و عديك الساعة سوف نقرسهم لهم تعميرها لهم ان شاء الله بإذن الله ثم غير كتطلع فيها الخميرة لن تعود المرة الثانية نقرسها غير رصد صبعاتي و نقرس معها من حتى الزربة لا مرشم لات شي حاجة نقرس معها بطريقة اللي بغيت بغيت تديرو لها الطريقة ديروها بغيت تديرو دوا ورات ديروهم اللي بغيت تديرو طريقة يديرها غير أنا كتعجبني مره نديرها هكا مره كتعجبني نديرها دوائر هنا البنات مني نحفرتها هكا دور دها الطريقة هذي غير باش نديرو فدوك الخويات الموزاريلا وباش كتجينها مزوقة في المنظر كتجينها وتقدروا البناتين لما بغيتوا تديرو لها الموزاريلا بغيتوا تخليوها غير هكا تاكلوها غير زويتة بلدية و جبينة تقدروا تخليوها غير هكا كما تديرو لها الموزاريلا غير هات تخليطها هذي تكونوا تزيدوا فيها واحد جوج مع الكبار ديال الفروماج محكوك وصافي صافي دوك الخويات غدي نعمرهم بالموزاريلا موسيقى وهذه الخبيزة الثانية البنات سوف نتكها كاملة بالفوق شايف مزيان و سوف ندير فيها اللاصوس ديال البيتزا هاد اللاصوس البنات رهيلا كنت شاركت معاكم هادي شهر قبل من رمضان وعرفتوا مازالا غزالة و كما قلت لكم مني كتتتحقم الحاجة كتبقى وختبقى لكم مش حال ما بقى تربع جهر و خمش شهر متخافوش منها غزالة يا البنات وما زال عندي تلكون فيتور ما فيه اتحاجة الحمدولي لعن مهم البنات اللي ما شافوش الوصفة سوف ندير فيها البصيلة خضراء وفلفلة خضراء وفلفلة حمرة ألوان خضراتها هي ما غاديش نشحرهم البنات اللي ما كيبغوش ولداتهم من الخضراء بحال هات الشكل هذا تقدرو تشحرهم عا تزيدوهم أنا ولدي البنات تيحمقوا الخضراء بها الطريقة هادي تتعجبهم و تتعجبهم بحيث اصلا راه فشد خلفر راه تطعب واحد نص طيبة و كتبقى غيشي شوية في هذيك الانصماء ديال الفلفلة وانصماء البصيلة سوف ندير لها الفروماج اضافة من الزيت و سوف ندير لها الفروماج اضافة مع بعضياتهم صافي و بالنسبة للبيتزارة خاصها الفرماج يكون بزاف و لا صص كون زبين اذا ما راما شي الكفتاء هنا البنات غادي نخليها تخمر على خطر خطرها حتى تخمر نديرها تنسخر الفرن بزيان و نخليها طيب ان شاء الله بإذن الله من مورا هالبنات ندير لها بيوغي اليوم ندير بطيطة مفورة و سرحة ندير خزو و بطيطة مفورة لانا نخلطها مع بعضياتهم ولكن ما ملقيتش خزو تقضى صافي كسافي تغيب بطيطة بالنسبة للبطيطة نشرم لها و نفورها و تجيغزال لها البنات نحن نرى من معشاق بطيطة اما فريسي اما انفورة اما بيوغي مهم ضروري تكون فوق الطبلة ندير فيها الكامون و شوية الفلفل حمرة نيورة ماشي فلفل حمرة هدي اللي عندي رشيشة الملحة غادي نديرها البناتس فيها شوية الهريسة و خاهد الهريسة ما حراش بزاف و غادي ندير القصبور و التومة شرمولة بغيتو نديرهم قطعين صافي و واحد المعلقات زويتة باش مكتجينش البطيطة و صافي و غادي نشرم لديك البطيطة و نديرها في الكسكاس و ردها الطيب حال تويام و كان نفور في الفول كيرجعو حالا و بتلو خليك انتها هكك عيز ما نحكك حالا و بدلة البطيطة نقص عليها البطا بناتس سمع صفارة سحفات نقص البطاة باش ماتتسابط لاش باطتة عندي بها الغرط بقا صحينا صافي و صخنت الفران مزيان هنا بناتس و قربنا و قربنا نتعلم عن هذا. بالضبط بقى الساعة 35 دقيقة للفتار. لحيث نحن كتبدي عندنا مع 36 و 35 هنا نستدلع شيء يا صافي. سنطيب اللولة من تحت ونطلع هالفوق وقعد ندير الاخرات هيا. زولت الفرفارة البناس باش طبع كل شي طبع الخاطره فعلت من الفوق ومن تحت وصافي ولكن ما نقول لكم شو الله يلي البناتي التي يجيوا فنين. صافي خلاص كتكون عندي انا اضعوا معسلات واجدين لا سنضعوا معهم لأنه لا تتكلوا غير عمر اللي يبدأ يهز منهم مرة مرة نضع ثلاثة وصافي انا قلت لكم فاش كنت نوجدهم قلت لكم مره اسباحة العظيم مش حل من حاجة وقنين طاد لا تتكلش انا بقدر يتجمع نهائيا مع الحلاوة البارح الزات قنين طاد الكوكا ويضعتها وضعتها خرف في الطبلة انا قلت لكم انا قلت لكم انا قلت لكم انا قلت لكم الخبيزات اللي صوبت بالنسبة للعاصر عصرت الليمون قبيلات وصفيته وخليته في وصل الخلاط الكهربائي ودرت فيه لافوكا والبعنان وخليتهم حيث زي ما انا كان فضل انا نطح اللافوكا في الليمون يبقى مجمع مجمع تتحن تشوفوا اللون كنا نشحر شويش ديال هذا الفول مضهوس عن جقلو اه تشهيته الصراحة وشريتو ديك سيمانا اللي قبل اللي قبل رمضعان ولا بقالي غير منزل فتلاجة غير غادي يلوح في الصباح بكري درتوفو حد البانيود الماء وخليتو فزق مزيان وترطب وتوقض ما بقاش لاوي وذو قعد نقيتو قاد ديتو انا غادي نقلي نقلي شوية ديال السردين وشطون ديك شي المهم احنا موساني درسمي الحوت يوميا وخارج صراحة ما كنديرش انا كمية كبيرة كندير هي القياس ولكن ضروري كون في الطبلة شي مرات اللي كان نغشهم ما كنديروش وكيد لعليه البناز فراسي وكون نهار تمارا وخارج صراحة ارني كان نغسله وخليه في الموج ميد وصافي صافي هنا البناز طبيعتنا كنت وجدات كنتمنى انها تعجبكم وان شاء الله بإذن الله اه تجربوا هاد العجينة هادي والله اللي اجربوها واللي كان عندكم في الطر تقدروا تعمروا بيارة تجي غزالة تجي فيها واحد البناز خطيرة وان شاء الله بيها النيت ديبان باقتاجي معاكم واحد لي صندويتش كان صوبهم بيها ان شاء الله بإذن الله الى حيانة مولاي الكاري ايوه طبيعي لتي كانت على هاتشكل حطيتدوك طواجنات جوي جدرت فيهم الفول وجوي جدرت فيهم باتطا شرملاه طميرات انتو ممالي الخير لا صوب كانت بقاتليد البارح نزلتها لهم اليوم ديك شي لاش مادرتش الصوبة اليوما ايوه الحمد لله شوفوك كي يجيو شهوه منه اشتقنا فرحنا بك سامو طعال الرحمن روحانية يومك غير والوعد باب الريان والليالي فيها الخير يا هلابك يا رمضان جينا نبارك للحلوين من زعلنا مسموحين